السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة بويانا سمعنا عن خبر صار 18 مريض بسرطان القلون للمرحلة الأخيرة تم شفاءهم جميعا بالنسبة 100% بعد تجربة تعقار يدعى دوستر لماب كتجربة هي الأولى في تاريخ الطب أن يصل النجاح إلى 100% حيث عالج جميع حالات السرطان أنها خطوة غير مسبوقة يستخدم هذا العقار لعلاج سرطان بانطانة الرحم ويستخدم هذا الدواء أيضا لعلاج أنواع معينة من الأورام الصلبة أنه يعمل عن طريق تغيير عمل جهاز المنع لديك وتوجيهه لمهاجمة الخلايا إلى فئة من العقصير تعرف بأسم الأسام المضادة ووحيدة النسيلة وهذا الدواء يأتي بعيار 50 ميلي جرام وأشارت هذه النتائج المبكرة أن العلاج فعال بشكل مدهش حيث قال فريق البحث أنه قد تكون التجربة الأولى التي يشفى خلالها جميع مرضى السرطان وقال عالم الأورام الطب لويز دياز جونيور من مركز ميموريال سلون كترينغ للسرطان أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان ونقلت صحيفة البريطانية عن الدكتور لويز دياز أضو مجلس البيت الأبيض لاستشاري لعلاج السرطان قوله أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتحقق فيها علاج هذا النتائج المتهلة أشعر بإثارة بالقة وأعتقد أن هذه خطوة عملاقة عزيز آمان المرضى في التعافي من السرطان وتابع قائلا ندرس ما إذا كانت هذه الطريقة نفسها قد تساعد في علاج أورام سرطانية أخرى ونقوم حاليا بتسجيل مرضى مصابتين بسرطان المعدة والبروستاتا والبنكرياس لتجربة العلاج الجديد عليهم ياريت عملونا فولو وسبسكرايب ولايك للفيديو تحياتي لكم